حدثنا بشرو بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة ولا حلف في الإسلام وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن أبن عباس أنه قال له عمر يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوي من أحد من أصحابه إذا شك الرجل إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع قال فبين هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال فيما أنتما فقال عمر سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرئ واحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدرئ ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدرئ ثلاثا صلى صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يصلي مسجدتين حتنا سفيان عن عمر سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عمل أحنا في ابن قيسين فأتنا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتل كل ساحر وربما قال سفيان وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرمين من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقطنا ثلاثة السواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله وصنع جزء طعاما كثيرا وعرض السيف على فخيذه ودعا المجوس فألقوا وقرب غل أو بغلين من ورق وأكلوا من غير زمزمة ولم يكن عمر أخذ وربما قال سفيان قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجرا وقال أبي قال سفيان حج بجالة مع مصعبا سنة سبعين حثنى سفيان عن عمر وعن الزهري عن مالك بن أوسينك سمعت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض وقال مرة الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لنورث ما تركنا صدقة قالوا اللهم نعم حتى يزيد بن هارون أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال له عبد الرحمن وصلتك رحم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من أسم فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبوته أو قال من يبوتها أبوته حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا النظر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن قل تحدثني عن شيء سمعته من أبيك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه احتسابا خرجا من الله ذنوبك يوم ولدته أمه حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر إن أن أبن قارض أخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي حدثنا ليث عن يزيد بن الهادي عن عمري بن أبي عمر وعن أبي الحوير في عن محمد بن جبير بن مطعمين عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلم فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ملاك يا عبد الرحمن قال فذكرت ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد عن عمر وعن عبد الرحمن أبي الحوير في عن محمد بن جبير جبير عن عبد الرحمن بن عوف قال دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد فاتبعته فذكر الحديث حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن أبي عمر عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله عز وجل قد قبض نفسه فيها فقال من هذا قلت عبد الرحمن قال ما شأنك قلت يا رسول الله سجدت سجدة خشية أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها فقال إن جبريل عليه السلام أتني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا تحدثنا هيثم بن خارج تقال أبو عبد الرحمن يعني عبد الله وسمعته أنا من الهيثم بن خارج تحدثنا رشدين عن عبد الله بن الوليد أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأدركهم وقت الصلاة فأقاموا الصلاة فتقدمهم عبد الرحمن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصل مع الناس خلفه ركعة فلما سلم قال أصبتم أو أحسنتم حفن روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا كان الوباء بأرض ولست بها فلا تدخلها وإذا كان بأرض وأنت بها فلا تخرج منها حفن أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة حماها فأركسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم ملاكم رجعتم قالوا أصابنا وباء المدينة فاجتوينا المدينة فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوهم مسلمون فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين نافئتين والله أركسهم بما كسبوا الآية حان هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامري بن ربيعة قال سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت أبن المغترفي أو أبن الغرف الحادي في جوف الليل ونحن منطلقون إلى مكة فأوضع عمر راحللته حتى دخل مع القوم فإذا هو مع عبد الرحمني فلما طلع الفجر قال عمر هاي الآن اسكت الآن قد طلع الفجر اذكروا ألها قال ثم أبصر على عبد الرحمني خفين قال وخفان فقالا قد لبستهما مع من هو خير منك أوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر عزمت عليك إلا نزعتهما فإني أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك قال وحدثناه اسحاق بن عيسى حدثنا شريك فذكره بإسناده وقال لبستهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطى بأرضا كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشطر نصيبه منهم فأتى عثمان بن عفان فقالا إن عبد الرحمن بن عوف زعمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطى بأرضا كذا وكذا وإني اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له عليه حثنا الحكم بن نافعا حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن خامر عن أبن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان أحداهما أن تهاجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلع الطبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل حثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن عوف قال لما خرج المجوسي من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سألته فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الجزية والقتل فاختار الجزية حثنا أبو سلمة يوسف بن يعقوب الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال أني لواقف يوم بدر في الصف نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلميني من الأنصار حديثة أسنانهما ثمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل قال قلت نعم وما حاجتك يا أبن أخي قال بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال فغمزني الآخر فقال لمثلها قال فتعجبت لذلك قال قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت لهما ألا ترياني هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكم قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته قال هل مسحتما سيفيكم قال لفنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلايكم قتله وقضى بسال به لمعاذ بن عمر بن الجموح وهما معاذ بن عمر بن الجموح ومعاذ بن عفراء حثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال حدثني قاص أهل فلسطين قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت الحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدق ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها وقال أبو سعيد مولى بن هاشيمين إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيدي بن عمري بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة حدثنا إسماعيل حدثنا أبن إسحاق يعني عبد الرحمن عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت غلاما مع عمومة حلف المطيبين فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صل أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يصلم ثم يسلم قال محمد بن إسحاق وقال لي حسين بن عبد الله هل أسنده لك فقلت لا فقال لكنه حدثني أنك ريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال جلست إلى عمر بن الخطاب فقال يا ابن عباس إذا أشتبه على الرجل في صلاته فلم يدري أزاد أزاد أم نقص قلت والله يا أمير المؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا فقال عمر والله ما أدري قال فبين نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال ما هذا الذي تذكراني فقال له عمر ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث حسنا حجاح ويزيد المعنى قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالمين عن عبد الله بن عامري بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر بن الخطاب وهو يسير في طريق الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فرجع عمر بن الخطاب من الشام حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيدي بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال خرج عمر بن الخطاب يريد الشام فذكر الحديث قال وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا فجاء فقال فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من أسمي اسما فمن وصلها وصلته ومن قطع هابتته حثن بشر بن شعيبي بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحيمة واشتققت لها من أسمي فمن وصلها وصله الله ومن قطع هابتته حثن إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن الزهري عن عبد الله بن عامري بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامف لما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشامف أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سرغ حدثن إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيدي بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقياه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه قال فحمد الله عمر ثم انصراف حثنا أبو العلاء الحسن بن سوار حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن حميدي بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض ولستم بها فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها حان عبد الرزاق أنباءن أبن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي قال لم يريد عمرو أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هم المجوس هجر حثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال اشتك أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال أبو الرداد خيرهم وأوصلهم ما علمت أبو محمد فقال عبد الرحمن بن عوف إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من أسم فمن وصلها وصلته ومن قطع هابتته حثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال له عبد الرحمن وصلتك رحم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن وخلقت الرحمة وشققت لها من أسم فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه أو قال من يبتها أبتته حنا سريج بن النعماني حدثانا نوح بن قيسين عن نصري بن علي الجهضمي عن النضري بن شيبان الحدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قلت له ألا تحدثوني حديثا عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أقبل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر أفترض الله عز وجل صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه إمانا واحتسابا خرج من الله ذنوبك يوم ولدته أمه قال أبو بكر أحمد بن جعفار بن حمدنا بن مالك قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده حدثنا محمد بن يزيد عن اسماعيل بن مسلمين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس أنه كان يذاكر عمر شأن الصلاة فانتهى إليهم عبد الرحمن بن عوف فقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بل قال فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في نقصان فليصلي حتى يشك في زيادة آخر أحاديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه